اشتركوا في القناة من صحابنا من الناس المحطين بينا جوزي حماتي بنتي ابني صاحبتي الانتيم اخويا اختي يعني المقربين والعيلة واللي جوه البيت ساحات بنلاقي حد من الناس دي بيتصرف تصرفات غريبة مثلا بينفعلوا بسرعة جدا ما بيقدروش يسيطروا على ردود افعالهم وانفعلاتهم احيانا سلوكياتهم بتكون متهورة بالدرجة ان انتم ممكن تتخضوا اما المزاج بقى اللي يقولك انا بايد موت طول الوقت انا كل يوم فحال لا ده مش كل يوم ده ممكن كل ساعة مزاجه متقلب شوية في مود وشوية تانين في مود تاني خالص وحقيقي الناس دي بيكونوا مصدر لتعب وازعاج للناس اللي حواليهم انتم عارفين المشكلة الاكبر فين المشكلة الاكبر ان احنا في الغالب بنكون مش عارفين هما بتصرفوا بالطريقة دي ليه مفيش حاجة جايبة معاهم نتيجة يعني مثلا نكلمهم بالزوء مش نافع نسألهم طب ايه طب ايه مالك مدايق ليه طب انت ليه منفعل كده مفيش فايدة طب نتخانق وناخد وندي وصوتنا يعلى برضو مفيش فايدة كل ده مش جايب اي نتيجة اول ما نلاقي ان كل حاجة استنفذت كل الطرق خلاص عملتها ومفيش نتيجة هنا في اللحظة دي لازم نقف وقفة وقبل ما نصدر اي احكام على الشخص ده لازم نفكر هو بيتصرف بالشكل ده ليه لانه جايز جدا يكون تعبان مريض بيعاني من اضطراب الشخصية الحدية اضطراب الشخصية الحدية والشخص ده او الانسان ده او الانسان ده اللي في حياتي لازم في الوقت ده يكون محتاج لتدخل دكتور متخصص او دكتور نفسي يساعده وياخد بايده انه يتخلص من الاضطراب ده لانه ممكن جدا يسبب اذى لنفسه وكمان اذى للناس اللي عايشين معاه طيب نتأكد ازاي ازاي انا اتأكد ان الشخص ده الشخص اللي قدامي ده بيعاني فعلا من اضطراب الشخصية الحدية وايه هي طيب الاعراض طب ايه ايمان الشخصية الحدية دي طب اعراضها ايه طب ايه اللي بيخلي الانسان يبقى مصاب بالاضطراب ده يعني اسبابها اسباب الاصابة بيها ايه طب وفي الاخر اكيد بيعالجها ازاي لان اكيد انا بسأل على حد يهمني والمشكلة دي بتبقى حقيقي ممكن بيت كامل يعني لو الام لو الست اللي بتربي في البيت دي ولادها هي اللي عندها الاضطراب ده طبعا يبقى البيت كله فيه اضطراب والبيت كله فيه مشاكل لان محدش عارف يرضيها لان هي عمود البيت ولو الاب نفس الحكاية لو ام عندها ابنها كبير عنده المشكلة دي دي برضو مشكلة فلازم يبقى فيه دكتور متخصص ونعرف منه يعني ايه اضطراب الشخصية الحدية النهاردة هيكون معانا الدكتور امجد احمد جبر استاذ مساعد الطب النفسي بعد الفاصل وارجعنا لكم مشاهدينا ومعانا في الستوديو الدكتور امجد احمد جبر استاذ مساعد الطب النفسي واللي هنتكلم معانا هاردة عن اضطراب الشخصية الحدية وهو مرض لاحظنا انتشاره في الفترة الاخيرة مرض مش جديد مهم الاول ساعد خير يا دكتور اصلا نور حضرتك انا مساعد حضرتك اضطراب الشخصية الحدية يمكن جديد شوية على الناس اااااااااااااااا او انا عارفة انه هو مش حاجة جديدة او حاجة قديمة يمكن زمان ما كناش عارفينه كناش عارفين نشخصه مكناش فهمين له علاج لكن النهاردة بقى احنا انا قعدة معاك اهوة عشان اعرف يعني ايه اتراب الشخصية الحدية لان انا حسن ان انا عندي الاتراب ده وحسن الناس كلها اللي حواليها عندهم الاتراب ده كلام حضرتك مهم جدا خاصة ان يمكن الناس لما بتسمع بعض الاعراض النفسية او بعض العلامات بيتبتدوا تطبقها على نفسها لكن خلينا نقول ان الاتراب الشخصية الحدية هو اتراب من دون الاترابات المعروفة عندنا في الاترابات النفسية الموجودة احنا عندنا المرضى بتوعنا بنقسمهم لتلات مجموعات اول مجموعة اللي هي مجموعة العصبيين ودول الناس اللي بيكون عندهم مشاكل القلق أو الخوف أو التوتر وبيجون العياد عشان يشتوكم المشاكل دي وفي حد في البلد مش عصبي ايه جماعة في حد عندكم مش عصبي وطبعا ناس اللي في البيت في حد عندكم في المت مش عصبي يعني دي بالنسبة الجديدة انا كل اللي عرفوا بعصبيين بما فيهم انا فده فعلا بيكون شائع جدا الطرابات القلق والتوتر والاكتئاب واللي حضرتك عارفها وبالجزء التاني يبقى اول حاجة الناس العصبي الناس العصبيين تاني حاجة المجموعة التانية اللي عندنا اللي هي الناس اللي عندهم اضطراب زهاني اللي هو اضطراب عقلي وده بيأثر على سلوك الشخص وتفكيره والمجموعة الثالثة اللي هي حضرتك بتتكلم عنها النهاردة اللي هي مجموعة اضطرابات الشخصية ودي مجموعة كبيرة جدا بيتتقسم لأكتر من ثلاث مجموعات أحد المجموعة بيتضمن تحتها مجموعة الاضطراب liquid طب استنين يا دكتور بساق يعني عشان ايه ما توشي منه نسهل الموضوع بالنسبة للناس نسهل الموضوع اضطرابات الشخصية الحدية يعني احنا جايين نقول الشخصية الحدة انا في البداية يعني اول ما بطلقنا نحضر للموضوع عجبني الاضطرابات دي من مود لمود طب ما انا بلاقي نفسي من مود لمود فجأة بقى ايما مبسوطة جدا بعد ساعتين تلاتة بقى واحدة تانية خالص ممكن اصلا بقى نايمة كويسة جدا اصحى شخصية تلتة خالص حاجة كمان الواحد ما بقاش عنده خلق احنا بنقولها كده بالعمي اللي هو انا مالي هو انا من اقل كلمة ممكن ازعل وممكن اتوتر وممكن اعيط فانا بحس انه ممكن عشان بس فيه شوية ضغط في الوقت ده لكن ممكن يكون الشخصية حدية زي ما حضرتك قلت في الوقت ده هي فعلا المشكلة اللي بتقابل الشخصية الحدية هو عدم السبات عدم السبات في الحالة المزاجية عدم السبات في العلاقات عدم السبات في احساسها بنفسها في الهوية بنفسها عدم السبات في السلوك الاندفاعية اللي موجودة لطول الوقت احنا اللي بيميز عندنا في الشخصية الحدية ان هي اغلب الوقت عندها واغلب تصرفاتها فيها مشاكل بمعنى ايه؟ ان الشخص بيلاحظ ان عنده ان ما عنده السبات تجاه الشخص هو جاي منين فكرة اللغبطة أو الحدة في المفعلات إن الأشخاص دول بيكونوا حساسين جداً كما حضرتك قلت وما فعلاً عندهم كأن المشاعر عندهم عاملة زي الدرس اللي متعرك زي العصب اللي متعرك كده فكل ما يلمس حاجة يتأثر جامد قوي والحساسات بتاعته تبقى مفرطة فلما يزعل يزعل جامد قوي ولما يتبسط يتبسط جامد قوي فما عندوش حتة يعني منطقة الرمضية مش موجودة وعنده لا بيد لا سود لا بحبك لا بكرهك لا أنت حلو قوي لا أنت وحش قوي فده الإكستريمز اللي هو بيروح عندها وطول الوقت متطرف تجاه النحيتي وعلى فكرة الإحساس ده بيتعب البني أدمين يعني لو شخصية بيفرح قوي 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 ولما بكلمة ممكن يزعل وبعدين ممكن زعل الشخص ده ما يبقى الساعة ولا ساعتين لا ده ممكن يبقى زعل بالشهور بنلاقي ناس ده علانة من أهلها مثلاً ومقطعينهم بالشهور بسبب كلمة بالضبط فهو بأحساسه عميق جداً إنه هو كمان حاسس إنه هو مرفوض ومعنده السبات فإحساسه ببقى تقديره النفسي بقى متدني جداً وده بيخليه طول الوقت يتورط في علاقات يبقى عايز يمسك في الأشخاص اللي قدامه وخايف إن حد يسيبه أو حد يهجره أو خايف من الفقدتين وقدام ده الشخص ده ممكن ينخرط أو يورط نفسه في مشاكل عاطفية أو مادية أو سلوكية أو علاقات خطرة تبقى بالنسبة له مؤزية لمجرد إنه يحتفظ بالشخص اللي قدامه لأنه هو الأساس عنده في التعلق يعني الأساس عنده فيه إنه هو طول الوقت خايف إنه اللي قدامه يسيبه ويمشي وده بتبقى جاية نتيجة خبرات في الطفولة المبكرة يعني منشأ الشخصية دي أو اضطرابها فيها جزء منه موروس وجزء البيئة أو التنشئة اللي هو عاش فيها دعمت الأنبيفلنس ده السنائية تجاه الشيء بس يا دكتور أحمد يعني ما فيش حد بيحب حد غير لما بيكون خايف إنه هو يمشي ويسيبه أو بالضبط يعني سواء ست سواء راجل بس ببقى عامل حدود بيني وبين الآخر أنا لازم أفرق بقى لأن أي قصص حب يبقى الست خايفة تسيب الراجل أو هو يسيبها ويمشي وهو نفس الحكاية بيبقى دايما خايف إن الست ممكن تنفاصل عنه وتمشي فده إحساس طبيعي ولا ده مش طبيعي إحساس طبيعي ويخليني أبقى عامل حدود ليا وحدود لللي قدامي في العلاقة لكن هو مشكلة اللي عنده اضطراب الشخصية الحديها في إيه إنه ما عندهش حدود فهو لما بيحب حد بيحبه قوي ولما بيكره حد بيكرهه جامد جدا ليه؟ لأن حسيته بتاعة المشاعر العالية ما خليها طول الوقت عايز اللي قدامه يبقى موجود الحاح المستمر ده وضغطه على اللي قدامه بيخلي اللي قدامه فعلا يزهق منه بعد شوية ويمشي ما بيبقاش فاهم طبيعة العلاقة ومش قادر يفهم إن ده يعني أبذل الجهد ده كله علشان أنت تبقى موجود فلما بيكون مثلا زوج زم حضرتك قلت أو صديق أو أي حد بيتعب من الملحقة يعني بحسس طول الوقت إنه هو مطالب إنه يبذل الجهد أكتر وإخذ باله من تصرفاته وإنه يستوعب اللي قدامه معا أنه زم حضرتك قلت كده هي ممكن كلمة بسيطة تجيبه في أعلى سماء أو تنزله تحت سبع أرض فيبقى الشخص ده يعني أنا شايف إن الموقف ما يستحقش المبلغة دي لأنه هو من ضمن سمات الشخصية دي بقى عندها حاجة سماء اللي ينفصل عن الواقع أو لوسف رياليتي هو أحيانا بيكون هردود فعلي مبلغ فيها ما تستحقش الموقف يعني الموقف اللي والشخصية دي لما بيحب بيحب بجنون ويحب بحلاوة يعني بيعمل كل حاجة حلوة بزرط وتلاقيه دايما بيفاجئ حبيبه وفي المناسبات تلاقيه دايما مميز وعشان كيه دايما بيعمل حاجات غريبة وحلوة ودماء حفيف بزرط وبيفتكر كل حاجة كويسة أنت عملتها له فعشان حساسيته المفرطة دي أو إنه هو طول الوقت عايز اللي قدامه يكون عن نفس الكفاءة بتاعته في العلاقة ما بيلاقيش دا فبيحبط لما بيحبط بيعاقب نفسه أو يعاقب الشخص اللي قدامه أو يعمل سلوك يأذي به نفسه أو يدخل في المخدرات أو يدخل نفسه في انخراطات في سلوكيات هو عارف إنه مش صح مش صح بس هو وقت فعال ووقت تصرفه هو لا ينظر إلى العواقب ما بيبصش لتبعات الموقف فما عندوش الحكم شكلنا كلنا راجحين يا دكتور ده معظم المشاكل العاطفية ولو حداك شفت على السوشيال ميديا كلها إن كله الغدر يعني إحنا إيه كمان بنشخص الغدر قلت الأصل والندالة وأنا عملت كتير وهو ما قدرش فإحنا دايما فعلا يبيض قوي يسود قوي طبما ده كده فيه ناس كتير قوي عندها التراب في الشخصية عشان كده حضرك النقطة اللي حضرك بالسرعة دي مهمة جدا في إيه إن أنا فرر إن أنا عندي سيمات شخصية حدية وإن أنا عندي التراب شخصية حدية سيمات الشخصية حدية إحنا كلنا في الغالب عندنا الكوكتيل يعني إحنا تكون تمام واغدين من كل حاجة حاجة شكلين يعني واغدين من كل بستان ظهرة كده عشان نعرف نشغالها في كل حد عسان عمال أقول لا يبقى كده فيه موضوع خطر يعني كل اللي بيتقوله متطبع علينا لا فكصة السيمات الشخصية هو الطبيعي إن الشخص يكون عنده سيمات مختلفة من كل الشخصيات لأن أنا كإنسان بيتصرف في الموقف الواحد يعني في الموقف الواحد بأكتر من استجابة على حسب طبيعة الموقف والأشخاص والحالة النفسية بتاعته وفيه حاجات وده اللي بيخلينا بعد شوية أخذ انطبع عن شخص فممكن أنا مع أصدقائي أتصرف بشكل لكن في سوشال ميديا أو قدام الناس هتصرف بشكل تاني خالص قدام الطلبة بتوعي أو قدام الناس الغربة عني أنا هتصرف بشكل تالي أو تالت فكل مرحلة وكل وقت بكل السلوك اللي يخصه الشخص اللي عنده اضطراب في الشخصية عموما هو بيعمم نمط السلوك بتاعه بيعمم انفعلاته بيعمم إحساسه بنفسه وإعلاقته بالآخرين شكلها إيه فحنا بنروح لكلمة اضطراب لما تبقى السمة دي هي اللي بقيت غلبة على الشخص يعني هو طول الوقت عنده انفعلات عنده تغيرات نزاجية حد جدا غير مبررة عنده طول الوقت بيدخل نفسه أحساسه بالفراغ أو إن هو يدخل نفسه في حاجات علشان يحافظ على اللي قدامه ويقلل من قيمته في العلاقة ويممكن يبقى سلوك اللي قدامه مؤسس بالنحاء ليه ويقبل عادي مفيش مشاكل ده الحالة دي بالزبط زي ما بنشوف في نجوم كتير في النجوم نجوم في الغنى نجوم في التمثيل والفن في مصر وفي الوطن العربي وفي برة وفي أمريكا وفي كل العالم بنلاقي شخصية مشهورة جدا ممكن شفنا وقع أخيرة كنا بنقعد نقول طب هي الفنانة دي ممكن تابت في نفسها كده ليه يعني طب هي قبلة مثلا بالمهانة ليه يعني هي حاجة حجمها قيمتها عند الناس كبيرة قوي فهل ده يعتبر اضطرابات شخصية حدية الاضطرابات الشخصية الحدية شائعة يعني 2% تقريبا من من الناس من كل المجتمعات حوالي 2% من الناس مصابين بالاضطرابات شخصية الحدية وتقريبا 10% من الاضطرابات الشخصية كلها أو الاضطرابات النفسية اللي بتيبقى موجودة يعني دي ملهاش علاقة بال يعني اصلا ممكن يبقى حد معه فلوس حد عنده شهرة حد اجتماعيا مربوط جدا ملهاش علاقة لا بتبقى اضطرابات في الشخصية اضطرابات الشخصية هي بقى فيها جزء موروث فالشخص نفسه أحيانا لايعب بغزبن عنه طب دكتور احنا هنطلع كده هنشوف مع بعض تقرير عن ايه اكتر الاضطرابات النفسية المنتشرة في مصر والعالم ايه الاضطرابات احنا دوقتي حيشين في زمن الاضطرابات النفسية بس ايه اكثرهم ايه اللي اكثر شيوعا في مصر والوطن العربي تعالوا نشوف مع بعض انت عامل ايه؟ سؤال في الغالب بتكون اجابته مش بخير مزاجي مش حلو حاسس اني مش مبسوط متدايق ومش عارف ايه وجمل زيها كتير المعنى الاكيد منها ان النفسية تعبانة في اوقات كتير بيكون الانسان بيعاني من عرض او اضطراب نفسي لكنه مش عارف او مش حاسس او مش عايز يعترف به وبالارقام الرسمية اكدت نتائج المسح القومي للصحة النفسية اللي اعلنتها وزارة الصحة المصرية في سنة 2018 ان 25% من المصريين بيعانوا من اعراض نفسية و7% بيعانوا من امراض نفسية وبينت النتائج ان الطرابات النفسية الاكثر انتشارا كانت الطرابات الاكتئاب واللي كانت في المرتبة الاولى ووصلت نسبتها لـ 43.7% اما في المرتبة التانية كانت للطرابات النتيجة عن تعاطي المخدرات بنسبة 30.1% والمرتبة التالتة جاءت فيها الطرابات القلق العام والخوف بنسبة 25% وعلى مستوى العالم وحسب تأديرات منظمة الصحة العالمية ان في سنة 2019 كان شخص واحد من كل 8 اشخاص او 970 مليون شخص في جميع انحاء العالم مصابين بالطراب نفسي وكان القلق والاكتئاب من اكتر للطرابات النفسية انتشارا ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا ونكمل لقاءنا مع الدكتور أمجد زي ما شفنا ان فيه نسب مرعبة يعني كام 30% اكتئاب وكام اضطرابات في السلوكيات والشخصية يعني نقدر نقول يا جماعة ان احنا عايشين برضو خلاص احنا لازم نتعايش مع الامراض النفسية والااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا طيب لو أنا عندي اكتئاب هعرف إزاي أن أنا عندي اكتئاب وفرق ما بينه وما بيني أن أنا شخصية حدة أو شخصية عندها اضطرابات اللي هي الشخصية الحدية آه تمام إحنا دائما في الاضطرابات في كلمة بنحب نسألها قوي أنت آخر مرة فيها كنت كويس إمتى فالشخص اللي عنده اضطراب نفسي غير اضطراب الشخصي اضطراب النفسي دائما له بداية محددة سواء كانت حدة يعني بدأت فجأة الأعراض أو ظهرت معاها بالتدريج وبدأت تزيد الشدة أو الحدة بتاعتها لحد ما الشخص ده تضهر وتأثر بالاضطراب الشخصية دائما بيتكتمل من بعد الـ 18 سنة فنلاقي المعاناة دي ملهاش بداية حدة لكن لما نيجي نسأل في فترة المراقة هنلاقي السمات كانت موجودة بس كانت على شكل أبسط شوي لكن لما الشخص بيكبر بيبقى خلاص ده كاراكتر بتاعه ده الكاراكتر بتاع الشخص اللي بيفرقه لكن أعراض الاكتائب في الغالب بتبقى محدودة بزمن معين أو بوقت معين المكتائب ده الموده ما بيتغيرش صح؟ بيتغير ما بين الحزن وما بين العصبية أو الاستصارة النرفازة أو الزبط كده أو الدين أو الشعور بالعدم الراحة بيختلف لكن هو الشخص في الغالب هو مش اللي عمله المشكلة العلاقة مع الآخرين لكن في الاترابات الشخصية دايما هنلاقي الشخص جايبي يتكلم على أن العلاقات هي مصدر الأزى وإن هي سبب المعاني بتاعته وإن هي اللي بتعمله الحالة المزاجية وهي اللي بتخليه فكر في الانتحار والناس ما لهمش لازمة ودي يمكن الشماعة اللي دايما بيعلق عليها كل حاجة بيعمل ودي من دون الحاجات اللي هي مصارى حوالين الاترابات الشخصية الحدية أنه طلوقت أحيانا بيبقى الشخص معتقد أن الحوالية هم لسبب الأزى وده جاي من نقطة التعلق اللي احنا طرحناها وقلنا أن الشخص هو عنده حاجة اسمها سنائية تجاه الشيء يعني فهو عنده بيحبه وبيكرهه يعني هو احتياجه الشديد للحاجة خلي عنده شعور داخلي بالتضاد أننا أحيانا طول ما للشخص اللي قدامه محقق له اللي هو محتاجه والدنيا مستقرة هو هادي وكويس وزال فل بس أعتقد حصلت له شوية تغيرات مزاجية يعني أنغام حتى عملت أغنية يعني احنا عايشين في العصر ده أيوة بحبك قوي بس مش عايزك زعلانة منك قوي بس مبسوطة معاك مش عايزة أشوفك لكن أنت وحشتيني طب ما هوا إحنا حتى الفن حتى الفن اللي حوالينا بيعكس الطرابات الشخصية للحدة بيعكس الحالة عشان كي احنا لازم يعني فكرة إيه بل أننا عند الطراب ده وارد زي ما حضرتك قلت كلنا بنعاني في وقت ما يعني أحيانا كلنا في وقت من الأوقات مرينا في خبرات فيها قلق خبرات فيها اكتئاب خبرات ممكن يكون فيها حس أن أنا مضطرب وعلاقات مضطربة نتيجة أننا داخليا غير متازن فده بيظهر في سلوكي عفكت يا حتة حلوة قوي لأن فعلا يعني سواء رجالة أو الستات ممكن راجل يبقى كويس جدا وعنده كل مقاومات الزواج الناجح تلاقيه كل شوية من علاقة لعلاقة ويفشل لأنه هو عنده الاضطراب ده بس هو ما عندهش عيب في نفسه لكن هو بعد كيب يفقد ثقة بنفسه والشخصية الحديها مشكلتها في الحتة دي التنظيم الانفعالي ما عندهش القدرة على أنه هو ينظم مشاعره أنه يقدر يقبل المشاعر ويصرفها ويتعرف على مشاعره كويس ويضبط السلوك المصاحب للمشاعر فهو على قد المشاعر اللي بتتوز جواه على قد ما يكون السلوك المقابل أو المصاحب لها بنفس الدرجة عشان كده هو بيبقى ممكن حاجة بسيطة جدا يصور ويكسر ويعمل ويعمل خسار كبيرة جدا يعني أنا عن نفسي مثلا يعني أنا بتكلم بلسان الستات يعني مش كايمان عشان الناس كنتوا دولوقتي بتكوني بتكلم عن إيمان بكل مشاكل الستات اللي بعتت لنا واللي بشوفها في برامجي الست عايزة تهتم قوي وتلاقي نفس الاهتمام نفس الدرجة الاهتمام قال لا بس ما فيش ما تمرش فيه والعشرة والحية طيب عايزة تهتم مثلا تجيب له هدية أو فاكرا في المناسبات ولو هو نسي مرة ولا حاجة إزا يعني هي عايزة دايما زي ما أنا بدي أنت تدي زي ما أنا مثلا براعي مامتك وحماتي إن الدية في العلاقة وبعمل بعدها في البيت وشايلة حماتي فأنت كمان تعمل كم مع مامتي فهو لو ما عملش ربع ده مع مامتها فهتبقى لا يبقى هو ما بيحبهاش يعني أصد فعلا هو مش لازم يعمل بس يشوف يعني يبقى شايف ده ومقدره هي الستة بتحب أنها الاهتمام وبتحب أن الجهد اللي هي بزلته في العلاقة إنه على قل يكون متشاف وفيه نوع من التواصل أو التأدير للجهد المبزول في العلاقة ما هو بقى لو ما قدرش قوي بتتقلب بقى على طول الآية لا ما عايزينها بقى تثبت شوية علشان إيه يعني هو القصة هنا نحن إيه العلاقة هنا بيبقى شكلها ما فيش فيه توازن بالشكل الكافي ولازم تفهم إن طبيعة المشاعر أو الحاجات بالنسبة للراجل غير الستة يعني الستة لا فهمنا أنا عايزة أنا عايزة فهم عشان أنا من ساعت ما بقيت موزيعة والستة عاطفية والراجل بيفكر بعقله ومعيني بشوف رجالة بتحبه وأمره وبيعمله كل حاجة ممكن الستات متعملهاش طب منين بقى نفهم العقلية دي إزاي نفهم العقلية إزاي إن هي الستة بطبيعتها المشاعر يعني الستة تقديرها للمشاعر أعلى من الراجل الراجل بالنسبة له هو طريقة التفكير ما بين الاتنين كمان مختلفة يعني الستة ملتتسك ممكن نتعمل أكتر من حاجة في وقت واحد الراجل بيعمل حاجة واحدة بس فهو بيمركز على حاجة فأغلب ستتك تقول لك إيه ده هو قعد قدام التلفزيون متعنح ده أنا بكلمه ويبيوص ليش ده هو بيعمل حاجة ماسك الموبايل وبيعمل حاجة لأي ما يعرف يعمل حاجة واحدة بس هو قدراته أقل من قدراتك يعني أنت لازم تفهمي إن أنت ملتسك تقدري تعملي أكتر من حاجة في وقت واحد وتفكر في أكتر من حاجة في وقت واحد ما عرفش إنتوا ليه بدأتوا على ملتسك دي بقالكم كم سنة أه معم كما ستات زمان أمهاتنا وجدودنا كانوا يقول لك دي غالبان دي متعرفش تمشي في الشارع الوحدية أنا اللي وديها للدكتور إيش معنى ما تقلتش زمان على الست دي ملتسك ليه إحنا في الجيل ده مطالبين نعمل عشرين شغلانة في بعض ودي طبيعة الست لا على فكرة عشان المبتمع دي مش طبيعة الست إحنا أسفين جد أنا أقول لحضرتك أنا أقول لحضرتك أنتوا ليه صل منك لكل وقت أدام يعني ليه ملتسك تقول الوقت والله أنا طلعت قلت للبنات إيه وعي تقولي اندبندنت دي أبدا اندبندنت دي تظلمي نفسك تبقي أنت شايلة المسؤوليات كلها بالظبط هو في العلاقات فعلا مبنية على الشراقة مبنية على الاتنين إن فيه طرفين وكل طرف يعني له حقوق وعليه واجبات فزي ما حضرتك بتقولي كده بالظبط يعني حتة الملتسك فيه معنى الملتسك مش معنى أن أنا أشيل كل حاجة إنتوا بقى فاهمينها لا إحنا مش فاهمينها كده أنا أفاهمها إنتوا الرجالة بتقنعونا إن إحنا بنعمل عشرين شغلانة في الوقت الواحد دي حقيقة ما تيجي تبص عليها تلاقي الستة عندها استعداد استقبالها للمواقف أو للسترس إجباري يا دكتور وده دابداشن ده حاجة زي كويس إجباري والله الستة تلاقي نفسها تجوزت خلفت إجباري بتغير وتحمي وتأكل وتمرد إجباري والله وعنشان كده حجم الضغوط اللواء عليها أكتر وده بيخليها فعلا التغيرات النفسية عندها بتبقى كتير كتير بالإضافة لهم هرموناتها اللي بتتغير والحاجات الأدوار المطلوبة منها خاصة أنها بتبقى ستة متزاوجة وعاملة في نفس الوقت ففعلا فرصة الإصابة والعمل الضغطة هنا بتبقى أكتر ففرصة الإصابة والاضطرابات النفسية بتبقى أكتر طيب إحنا نقف الحتة دي لأن أنا كمان عايزة أعرف جدا نرجع بقى فلاشبك لورا العيلة دورها إيه في الأمراض النفسية اللي بيشربوها ويمتصوها أولادهم كتير يعني المرض ده بناخده زي من العيلة الأب والأم أو تاريخ المرضي هل هو وراسة هل هو مكتسب من كتر خناء الأب والأم مع بعض بيوصل لنا إزاي بعد الباصل لا إحنا تمام تمام جدا بيكمل مشاكل النفسية دي ده عارف الواحد مش مدرك قوي يعني بيشوف كل فيلم على حد لكن لما بيتجمعوا كلهم قصادك فلا تقول إيه ده ده أنا كل ده لا الحمد لله مش كله أغلب الناس بتشوف يعني ما بتشوف حاجة في الدراما وبتلمس جزء جواها بيعتقد أنه هو مشخص بالاضطراب ده ودي نقطة أحيانا بقى فاهمين أنه إحنا كلنا حالتنا النفسية متغيرة من السبتة يعني الشخص حتى الحالة المزاجية بتاعته ما ينفعش تبقى سبتة طول الوقت ليه؟ لأن زي كل شيء مبنى على التضاد الليل والنهار الخير والشر والتضاد دي موجودة بالطبيعة جوانا وإحنا لازم نفهم أن طبيعة مشاعرنا كمان مش واحدة المشاعر عندنا نوعين مشاعر إيجابية ومشاعر سلبية مشاعر السلبية دي اللي احنا بنصفها كأنها سلبية لكن هي في أوقات بتبقى طبيعية زي الحزن لما بفقد حد أو بفقد حاجة أو بقى محبط شوية فابقى حزينة بقى متضايق بقى عند غيرة بقى عند خوف موقف فيه خوف دي مشاعر سلبية لكن هي طبيعية لو قفلتها وأنكرتها وتعاملت معاها في نوع من الكابت أو أننا عايز أخلص منها بسرعة بتتحول العقل الباطن وبتعمل للطربات النفسية بعد كده لكن المشاعر الإيجابية احنا كلنا بنقبلها كأن احنا بنقول أن الطبيعي أن احنا طول الوقت نبقى فرحانين ومبسوطين وطول الوقت بحق إنجازات وطول الوقت عند افتراضات كده غريبة أنا لازم أفهم أن أنا لازم أتأرجح ما بين الحالتين لازم بقى فيه نوع من يعني أنا لازم أكون مقتنعة أن أنا مش هفضل فرحانة طول الوقت ولا هفضل زعلانة طول الوقت بالظبط يعني على قد ما هيجي حزن على قد ما هيجي فرح بس أنا كبني أدمى لازم أفهم أن فيه حزن أننا ما حسش ندي نهاية الكون يعني واحد سب شغله تحس أنه اكتأب واحدة اتطلقت تحس أن الدنيا سودت واحد مثلا ممتو توفت أو بابا فتحس أن الدنيا بيتسويت فأصد أن لازم نتقبل إحنا أن فيه حزن الحزن والفقد هنا ده نور مر أكشن رد فعل الطبيعي خالص ولازم ياخد وقته يعني في حلقات الفقد ممكن الحزن يستمر لحد سيد شهور وبنعتبره شيء طبيعي ما لم يخل بالوظيفة يعني أنا زعلان بس بنزل شغلي بس باكل بس بنام بس باتتم بالنظافة الشخصية بتاعتب مارس علاقات الاجتماعية محدودة عن الأول وأقل من الأول بس بدرجة مأولة لكن لو تعطل الشخص أو ابتدت تظهر لعلامات مرضية أحد شوية هنا بقى الحزن أو الفقد الطبيعي يتحول الاكتئاب فلازم يكون فيه تدخل علاجي أو تدخل علاج نفسي يعني سواء علاج دوائي أو علاج نفسي فاحنا مع الوقت الدنيا بتتضع لكن احنا طول الوقت بنمر بحالات نفسية متغيرة أنا قبل الفاصل قلت أنا مهمة قوي أعرف الاضطراب الشخصية الحدية ده بدأ إزاي من عند الأهل يعني الأب والأم بيعملوا إيه ولا هي جينات ورصية هي 50% منها جينات موروصة و50% تفاعلات مع البيئة المحطة بيه خاصة في الحاجات اللي هي بتبقى جاية نتيجة التنشاء زي ما حضرتك بتقولي ميل الأب أو الأم هو الأب والأم ممكن يكون حد فيه مصاب بالطراب الشخصية الحدية وده اللي بيعزز فرصة الإصابة في الأولاد إن يبقى فيه حد مطاب لكن إيه الحاجات اللي ممكن إحنا بيها نخلي الشخص ده اللي عنده استعداد بدل ما كان عنده سمات يتحول للطراب يعني هو لو عنده سمات واستعداد وأنا في كعندك أبيئة قدرت أتحكم وأبيئة آمنة وعدل من السمات بتاعته ده هو لسه صغير طفل في الغالب الشخص ده مش يعاني من الطراب الشخصية الحدية لكن لو كان عنده استعداد وأنا كبيئة زودت ده سواء بقى بالإهمال سواء بالزعيق بقى زيادة ما هي الشخصية مضطربة بالاستغلال العاطفة استغلال جنسي استغلال مادي إهمال مرادة كتير مشاكل أسرية جهو الأسرة كتير حيضغطها باستمرار كل ده بيخلي الأعراض بتاعت التراب الشخصية تظهر ليه بدري وبتخلي الصورة الإكلينيكية بتاعتهم تبقى أكثر ودوحا فدور الأهل إيه؟ دورهم في التنشئة طبعا قصة التعلق دي مبنية بأول كير جفر في حياة كل إنسان فينا يعني الألاقات وأهميتها والإحساس بالأمان وتنظيم الانفعالات بيجي من خلال مقدم الرعاية سواء كانت الأم أو من ينوب عنها فكل ما كانت الرابطة الأولانية في حياة الطفل أو في حياة الإنسان سبتة وفيها أمان كل ما بيبقى علاقاته مع الناس الخارجيين في العلاقات المتكررة بعد كده فها سبات وفيها أمان هادية لأن كان فيه سبات لأول علاقة في حياته لكن لو كانت الأم أو مقدم الرعاية بيروح وييجي ويختفي بيبقى شوية عنده التضارب في إحساسه تجاه اللي بيقدم له الرعاية اللي هي حتتحبك أكرهك فيبقى عايزه ومش عايزه إلا بحبك ولا بقدر على بعدك طول الوقت أنا ما أحتاج لك ومتدائي من الاحتياج بتاعي فيبقى طول الشخص طول الوقت عنده اللي هو السنائية الوجدانية تجاه الشيء طب الولد اللي بيتربى في بيت بيلاقي الأب طول الوقت مثلا سس سيد وأمينة خلاص وبلس بقى حاجة كمان يعني هو شايف أنه طول الوقت الأب بيزعق وطول الوقت بيفرض شخصيته وأمه لا حوله ليها ولا قو وبعد كده يروح متشبع بقى بفكرة أن بابايا كان بيخرج عادي ويسهر مع صحابه ممكن يسافر مع صحابه ممكن يتجوز على مامتي أو ممكن يخنها بس قدامه فكرة راصخة كده أن الست الصح هي اللي تستحمل كل الحاجات دي وتعدي عادي وكانت أمي ما بتعملش مشاكل مسلا ويحقول لمراته طب ما أنا أمي عيشة طول عمرها كده عمرها ما ثابت بابا ولا عمرها عميت مشاكل دي ليها علاقة بالترابات الشخصية لحد دي ولا دي ليها علاقة بقلة التربية لا علاقة بالتنشأة وبالنمط اللي شافه في حياته يعني هو شاف أن دي علاقة نمط لعلاقة زوجية ما بين زوجين هي الكاركتر بتاعة الأب إيه والكاركتر بتاعة الأم إيه هو طول الوقت هيتوحد مع الأب وهيعيش لأنه طبعه ولد وهو في الغالب هيتوحد مع له له سلطة وهياخد صفاته وهيكتسبها علشان بعد شوية هيمارس نفس الدور وهيقيش نفس الإحساس وهيبقى متطلب بالضبط بيشرب بيكتسب وهو ده اللي احنا بنعمله في التنشيئة برضو يعني جزء من التنشيئة إيه السلوك التعلم من خلال المحاكاة إن أنا بشوف إيه اللي بيحصل وبقلد فبشوف ده وبيكتسب عشان كده دي حضرك قلتي النموذك اللي بيتقدم بس هو أنا مش بقدم للطفل إنه إزاي يدير علاقاته ده أنا بقدم له إزاي يتحكم في الغضب بتاعه إزاي يدير منفعالاته دكتور أمجر دلوقتي أنا جيت لحضرتك العيادة وأنا شكة كإيمان إن أنا عندي اضطراب الشخصية الحدية تعالوا معي بقى كده عشان نعرف مين فينا عنده الاضطراب ده يعني نستقر دلوقتي أنا جيت لعيادة حضرتك بقى دلوقتي هنعمل كاشف live قدام المشاهدين هتسألني إيه وتعرف إزاي أنا عندي الاضطرابات دي ولا لأ وأنا صريحة وهعيش الكشف هاوي يلا عشان بدل مسألك أسئلة فالناس تبقى فهمة حدك بتعمل إيه إيه الحاجات اللي إحنا بنسأل عليها بالضبط إحنا بنسأل الشخص أول حاجة عندنا الشكوى إحنا في كشف إحنا مش في برنامج دلوقتي إحنا كشف دلوقتي إحنا عادت العيادة وتسألني أخير إيه اللي خلتك تفكر تزوري العيادة عشان أنا طول الوقت عصبية وتول الوقت بزعق كتير مش طيقة نفسي وبعدين طول الوقت الأقل غلطة بتخليني أزعى الوصور وكل اللي حوالي بابوا متدايقين مني حاسين أنا مجنونة وإيه اللي بيدايقك أكتر إن هما متدايقين منك ولا إن أنت انفعلتك كتير الاتنين الاتنين بيدايقينك ساعات بتدايق إن أنا بدايقهم وبعد شوية لما بهدى بحس إيه اللي أنا عملته ده طيب لزي عيدها كله وليه الموضوع مش مستاهل طيب ده حاجة جديدة عليكي ولا ده طبعك يعني ده حاجة في الفترة الأخيرة بس كده بتجد تظهر معاكي ولا ده المشكلة دي معاكي من إمتى لا يعني ممكن مثلا 6-7-8 سنين من 6-7-8 سنين يعني الموضوع متكرر رجبية أعملك مشاكل في حياتك ما أثر عليك في علاقاتك مع الناس اللي حواليكي آه طبعا لأن ما بقدرش أكمل في علاقة لأن طول الوقت أنا يبيض يسود يا حلوة قوي إلا لو لقيت أي تأثير في أي حاجة ما بكملش ما بتكمليش في العلاقة طيب بس ده أكيد أعملك مشاكل هيخليك ما تستقررش في علاقات كتير ما دي حقيقة عشان كده أنا جاه لحضرتك النهار تمام لما بتلاقي المشكلة دي أم قبلاك بتحاول تنظمها إزاي وحاولت تحلها إزاي آه فيه كمان مشكلة آه يمكن أنا هقولها برضو بنية بعى المشاهدين آه ممكن تبقى الست والراجل بينفصلوا هم بيحبوا بعض وتلاقيهم بعد الطلاق بيكلموا بعض كويس بس كل ما يجوا يقربوا من بعض يولعوا بعض تمام فبردو اللي هي عارفة تتأقلم ولا هو عارف يتأقلم فده برضو حاجة بتحير أي ست لإني بتحس إن حياتها بتفشل وفي نفس الوقت هي كويس قوي وهو كويس قوي طيب هي الفكرة كلها إن إحنا لما بنقرب من بعض كل ما هنقرب كل ما بتبتدي هنا المسافات اللي بينا تتلاشى وإحنا في العلاقات لازم نأكده على جهز إن لازم يكون فيه مسافة سمعها مسافة الأمان أو مسافة الخصوصية لازم تكون موجودة وده يمكن أغلب الناس اللي بتتجوز بيعتقدوا لما بعد ما تجوزوا تقربوا من بعض إن إحنا خلاص بقينا اتنين إيه في واحد أنا خصوصية إيه أنا طول الوقت ده تليفونه بتاعي ومحفظته بتاعتي وبيته بتاعي بزابت وكل ما يخصه بتاعي خصوصية إيه حسابات البنكية وكل حاجة إشمعنا برضو أنتوا عندكم بتيكوا في الخصوصية إشمعنا أوبي وشير لوكيشن وشير لوكيشن وعربيت ومعروف رخفينه جاي كله كله على بعض كله وما يملك بتاعي إشمعنا ستة وكلها بيملكها ما تنزليش ما تطلعيش ما تلبسيش ما تخرجش مع أصحاب عموما مش ده موضوع حلقاتنا مش موضوع حلقاتنا عموما الاتنين صح يعني لازم الفكرة تبقى عند الاتنين يكون فيها توازن إحنا ما بنقولش يعني طبعا إحنا كمجتمع شرقي زكوري شوية فيمكن الثقافة الشائعة اللي حضرتك بتتكلمها عنها هيدي اللي يعني فيها الجزء الأكبر من العلاقات بنقع في الحتة دي لكن إحنا ببقى إن إحنا المجتمع وزي ما حدريك الثقافة بتاعت تتغير والستيط بتاعت تنزل وتتحرر وتتعامل مع العجات ابتدى المنظور يتغير شوي إحنا ببقى أنا الوقت جري جدا 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 إحنا قدامنا 3-4 دقاي أنا عايز أتكلم في العلاج طب في أسئلة تانية هتسألها لي للمريض يعني لسه مشخصناها ده الموضوع بياخد وقت يعني هو الموضوع لذي بس أهم سؤال اللي أنت بتحط إيدك فيه على التشخيص على حسب المرحلة العمرية الأكتر أكتر حاجة بتخطي الفت النظر للموضوع ده أن الشخص ما عندهش نمط من الاضطرابات النفسية اللي إحنا المعتادة بس عنده أفكار انتحارية متكررة كتير عنده مشاكل كتير في الأسرة اللي حواليه ومع أصدقائه حتى وتغيرات حد في حالته المساجية هو نفسه ببقى مستغرب منها هو نفسه بقى حاسس أنه مخدود يعني أنا لأ أنا ببالغ في الأحداثي قوي أنا عندي رأي يعني أنا ردوت فعلي مبالغ فيها لو جيت أفكر فيها بعد شوية بحس أن أنا كنت كنت أفر كنت أفر أفر يعني حسن موضوع زيادة أنا عشان كي أقول لك ممكن أن أرجع أندم على اللي أنا عملته يندم على اللي هو وفيه ممكن يرمي يمين الطلاق وبعد شوية يقول لك هو إيه اللي أنا عملته ده أنا أفور تقوي يعني موضوع مش مستغرب وسبكات إزائي الزائد والامتحار والدخول في تعالي المخدرات يعني هو بقى مجموعة أعراض مش عراض واحد اللي بنشخص بي العلاج هل اضطراب الشخصية الحدية ليه علاج أدوية عققير يعني ولا نفسي بس وجلسات علاج نفسي طيب إحنا عندنا على حسب الأعراض اللي هو جاي بيها لأن إحنا برضو إحنا قلنا كلمة بوردر لاين معناه أنه هو على حفة من الاضطرابات النفسية الأخرى عشان كي أسموه بوردر لاين لأنه ممكن في أي وقت يدخل في أي اضطراب نفسي آخر الشخص ده لما بيجي لازم نتأكد أنه ما عندوش أعراض مرضية تانية مصاحبة أو اضطراب نفسي تاني مصاحب بمعنى أن إضافة إلى اضطراب الشخصية الحدية أنه يكون عنده حاجة اسمها اضطراب سناء الكتب اللي هو بيجي له عراض هوس أو نشاط زيادة في المخ مع عراض اكتئاب أو عنده اكتئاب أو عنده ألأ أو عنده طعاطي مادة مخدرة أو عنده أي حاجة فالشخص اللي جاي لي عنده نوع من أنواع الأعراض البسيطة أو الخفيفة ده ممكن نكتفي معا بالعلاج النفسي وبيبقى كافي جدا لأنه كله اللي بيقى محتاجه أنه يعيد تنظيم اللي انفعالات بتاعته يضبط سلوكه أكتر القبول بتاعه النفس وللآخرين يتعدل التغيير في السلوك بيجي تدريجي مع الوقت ومع المرحلة العمرية اللي هو بيمر بها لكن لو كان عندي فيه أعراض شداء من الاكتئاب أو الأفكار الانتحارية أو جودة رب سنق الكد لازم هياخد ده فالخطة العلاجية بتتفرد من شخص آخر الحسب المرحلة اللي هو فيها والحسب الأعراض اللي هو جالينة بها طيب آخر سانيتين هل الأدوية دي مضادة للاكتئاب ولا أدوية لأن الناس بتخاف من الأدوية هل هي مهدئات هل هي هتبقى زي شبه إدمان للأدوية دي بالعكس الأدوية النفسية كل لها زيها زي أي علاقة تاني خالص زينا زي أدوية البطن زي أدوية العزام زي أدوية السكر زي أي حاجة هجبي احنا في الطب احنا عندنا معنده ناش دوة بيمنع المرض احنا عندنا أدوية بتعالج الخلل اللي موجود فط cease طوالما الخلل ده مستمر يبقى الاحتياج على الدوة هيستمر فكلما الشخص هيبدأ بدري هنقدر نصلح الخلل بدري احتياجه للدوة واعتماده على الدواء هيقل. لكن الأدوية ليست إدمانية. ليست لها أثار جانبية. ما فيش أي مشاكل خالص. زي هي زي أي علاقة خالص. دكتور أمجل بشكرك جدا. يا رو سأل. وبجد معلومات مهمة جدا. النهاردة استفدنا بيها. عملا أسأل. كنا محتاجين حداك جدا معنا النهاردة في الحلقة. شكرا يا دكتور. وان شاء الله يكون لنا حلقات تانية بقى ايه. بقى. كل حلقة مشكلة واضطراب نفسي عشان نعرف نعيش برضا. طرابات كترة. ايه الأمرات كترة. شكرا يا دكتور. وشاهدينا في النهاية يعني طبعا أكيد سمعت كل الأعراض. وأكيد عرفت ان انت مش لوحدك بس. وأكيد عرفت ان انت مش حالة شزة. ان انت مجنونة ولا انت بيجيلك كتهيوئات ولا بيجيلك هلاوس. تعودت زعاء كتير. تعودت عياتي كتير. لأ أهم حاجة التشخيص. انت انت طبيعية زي ناس كتير موجودة عندها الاتراب ده. شوية اتراب الشخصية. بس ان احنا نشخصه دلوقتي. ان انت تعرفي وتسمعي. ايه ده؟ لأنا عندي مشكلة في الشخصية. ان احنا نروح بدري. كل ما نشخص بدري. كل ما نقدر ناخد الدواء بدري. وتبقى حياتك أهدى. عارفني ستات كتير بعطولي. وبنات كتير بيشتكلنا. مشاكل كتير في العاطفة وفي الجواز وفي الانفصال. لكن حقيقي لو الشخصية متزبطة. هعرف حتى أخد حقي وانا هادية. هعرف احب وانا هادية. هعرف حتى انفصل. مش لازم العالم كله يقعد يعاية علي وحسسه ان الاخر الكون حسن. فحقيقي انا ذات نفسي استفدت النهاردة. لان في حاجات كنت مفوضة اعرفها من سنين كتير. مشاهدينا خلصت حلقتنا النهاردة. هشوفكم يوم الاتنين الجاي على خير ان شاء الله. وكل يوم اتنين الساعة سبعة على شاشة القناة الاولى. كنت معاكم امام مختار. اشتركوا في القناة